وبسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين الحقيقة نشكر الجزائر شعباً وحكومةً ورئاسة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهني كل الشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المباركة عاده الله علينا باليوم والخير والبركاتة شرفت اليوم بلقاء السيد الرئيس الجمهورية أخي سيد عبد المجيد تابون تناولت فيه عدد من الملفات أهمها وأهم هذه الملفات هي عقد الانتخابات القادمة في بلد ليبيا والتصور وقدمنا التصور للحكومة في هذا لإنجاز هذا المشروع المهم والنقل والانتقال من دائرة الانتقالية إلى دائرة الاستقرار واختيار الشعب الليبي كما تطرقنا والله الحمد في هذا اللقاء للدور المهم الجزائري المأمول في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن كما تم التطرق لضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال النفط والغاز خصوصا بعد هذه الظروف العالمية بهدف زيادة الانتاج والتنسيق في تحكم في هذه الأسعار وتسويقها الحكومة اليوم ستقوم بخطوات رادعة تبع هذا العبد بتروات الشعب الليبي وحقيقة الأمر القرار السيادي في بلادي هو قرار شرعي ودولي والحقيقة نحن ممنونين من هذه الزيارة ونشكر الجزائر دائما موقفا ودولة ورئيسا وشعبا والحقيقة نحن عجزون على هذا الشكر وبرك الله فيكم احتمال تطرقنا إلى إمكانية عقد لقاء أو مؤتمر وزاري خارجي للخارجي للدول مع الدول بشأن ليبيا ونحن ندعم هذا الاتجاه ونؤيده وهذا المؤتمر يغطي الخطوات المهمة التي يدعمه العالم في مجال الانتخابات في ليبيا شكرا لكم جميعا وبرك الله فيه اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم